بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد مرحبا بكم في قناتكم معكم الشيخ أبو مريم في هذه الحلقة سنشرح لكم تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام رؤية الكلب الأسود في المنام تعتبر من الرؤى التي تحمل في طياتها معاني مختلفة وتفسيرات تعتمد على حالة الرأي ووضعه الشخصية في الفقه الإسلامي يعتقد أن رؤية الكلب تحمل دلالات قد تكون سلبية أو إيجابية تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام للرجل رؤية الكلب الأسود بشكل عام قد تدل على وجود عدوين أو شخص حاقد في حياة الرأي الكلب الأسود قد يكون تحذيرا من شخص يحاول إذاء الرأي أو إحباط مساعي مهاجمة الكلب الأسود إذا هاجم الكلب الأسود الرأي في المنام فهذا قد يشير إلى وقوع الرأي في مشاكل أو مصاعب كبيرة في المجال المهني أو الشخصي تجاهل الكلب الأسود إذا رأه الرجل ولم يعره اهتماما فقد يكون ذلك دليلا على قدرة الرأي على تجاوز المشاكل والعقبات دون أن تؤثر عليه تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام للمرأة العصداء رؤية الكلب الأسود بشكل عام قد تكون إشارة إلى وجود شخص حسود أو مكار في حياتها يحاول الإضرار بها أو إيقاعها في مشاكل تجنب الكلب الأسود إذا تجنبته في المنام فهذا قد يدل على حكمتها وقدرتها على تجنب المشاكل والمخاطر في حياتها تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام للمرأة المتزوجة رؤية الكلب الأسود بشكل عام قد تدل على وجود خلافات أو مشاكل زوجية تؤثر على استقرار حياتها العاطفية مهاجمة الكلب الأسود إذا هاجمها الكلب فهذا قد يشير إلى وجود شخص يحسدها أو يحاول الإضرار بها أو بعائلتها تدفيع الكلب الأسود إذا قامت بطرد الكلب أو تدفيعه فهذا قد يكون دليلاً على قوتها وقدرتها على حل المشاكل وحماية عائلتها تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام للمرأة الحامل رؤية الكلب الأسود بشكل عام قد تكون دلالة على مخاوفها وقلقها حول الحمل والولادة مهاجمة الكلب الأسود إذا هاجمها الكلب فهذا قد يكون تحذيراً من مشاكل صحية أو مخاوف حقيقية تؤثر على حملها النجاو من الكلب الأسود إذا نجت من هجومه فهذا قد يدل على سلامة حملها وتجاوزها لمتاعب الحمل بنجاح الخلق الصهر رؤية الكلب الأسود في المنام تحمل في طياتها معاني مختلفة تعتمد على السياق والوضع الشخصي للرأي قد تكون هذه الرؤية تحذيراً من شخص حاقد أو مكار أو إشارة إلى مشاكل وصعوبات في الحياة على الرأي أن يتفكر في حياته ويسعى لتجنب المخاطر واتخاذ القرارات الصحيح كل هذا والله أعلم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر